اشتركوا في القناة بشكل جيد أو بشكل غير جيد كيف هيئة أنا نفسياً لهذا الاختبار كل هذه الأمور إن شاء الله مع ضيفتنا نرحب فيها الدكتورة أفراح صالح الشمري وهي الدكتورة أفل إرشاد النفسي حياة شاء الله دكتورة ويهلا مرحبا فيك الله يحييك شكراً شكراً سعيدين بلقاءنا معاتش واعتقد اليوم موضوعين أكبر نتكلم على دور الرجل اليوم بالمنزل وغياب الرجل اليوم عن المنزل يعني هل فعلاً أو شنو الغيابة نتكلم عنه تأخيرها بالليل والغيابة اليوم الكامل عن واجباته المناطفي منزلياً وأسرياً كانت نتكلم عن أي غياب تحديداً دكتورة شوف يعني في حالة لما نتكلم عن قياب الزوج أول شي راح نتكلم عن أنواع متعددة من هذه القيابات في قياب تحت ظروف اجتماعية أو حياتية مثل قياب اجتماعي مثل قياب نقول في حادثة الطلاق مثلاً الزوج اللي يقايب قياب طويل يعد بالنسبة للأبناء أو الأب اللي غايب قياب طويل بالنسبة للأبناء في حادثة لا سمح الله لا قدر الله حادثة وفاة أيضاً يسبب قياب الأب إذا نتكلم عن أثر عن الأبناء مثلاً إذن هذه الظروف يعني الداخلية عندنا وظائف الطلب تم تجلس أخص عصر المافق وغيرها في كثير من الوظائف كثير من الوظائف أحياناً تجعل وتلزم الأب نعم أو الزوج أن يكون خارج منزله وهو مسؤول مسؤولية قانونية عن إعالة هذه الأسرة بالضبط بالضبط حتى لما نتكلم عن قيابه هل هذا القياب اللي احنا نتكلم عنه مثل دكتور عويد لسا قاعد يتكلم يقول هل هو الوجود فقط الوجود الشكلي أم الوجود العاطفي صحيح احنا شنو نتكلم أيضاً في محور آخر أنا حابة أضيفه احنا دايماً نقول إذن احنا نتكلم عن الجودة وليس الكم نعم فالكمية الوجود ممكن أبو يقعد أربع خمس ساعات بجاب البيت أو موجود داخل البيت وهو غير موجود في الحقيقة يعني موجود لكن يم الكمبيوتر يم التلفزيون في ديوانيتها ممكن لكن عطل نص ساعة مكثفة باهتمام كامل تكفيني يمكن عشر دقائق اللي توصل فيها عيالك تتيب عيالك وتردهم والدردشة اللي معاهم بالسيارة والدردشة هذه مهمة جداً تعطيك فيد باك كامل شنو صار في المدرسة شنو اللي لازم يسوونه شنو الواجبات اللي عليهم هذا فيد الطفل بعد هذا أكيد يضيف المشاركة الوجدانية يسمونها أنه يحس الطفل أنه أنت قد تشاركه وجدانياً أنت قد تشاركه قاعد تقول له شيء قاعد توصل له رسالة تقول له يبقى أنا مهتم إذن الغياب اللي نتكلم عنه اليوم الغياب الوجداني للأب عن المنزل ممكن يكون والزوج نزين طيب اليوم غياب الزوج عن المنزل شل الغياب اللي نتكلم عنه شوف يعني أستاذ راشد أنا دايماً أقول شغلة ودايماً عندنا حتى في المكتب عند مراجعيني اللي يون عندنا في مكتب الاستشارات أتكلم نفس المحور اللي حابة أوصلها أيضاً للمشاهدين في لعبة جميلة يتعلمها الإنسان منذ نعومة أطفاله اللي هي لعبة الاختفاء والظهور هايدانت سيكي سمونها الاختفاء والظهور يقول لك الياه المن أول ما يطلع لما يتغطي له ويك بعدين تطلع ويك فجأة شذي يقعد يضحك صح ولا لا هذه اللعبة هي يعني نبداها منذ نعومة الأطفال وننهيها لقاية آخر حياتنا نحب الشخص الغايب فاهم ألي يعني يعني بما معنى أن القياب أحياناً يكون ذو أثر فعال جميل أحنا ما نتكلم عن القياب المستمر أحنا نتكلم عن القياب الديوانية العادي هذا واحد يروح يسور رفرشمنت عنده ضغط طول اليوم بين العمل بين أعباء الحياة والأسرة والوظيفة في عندنا أسر كويتية كثيرة إذا نتكلم عن نطاق الكويت مثلاً أسر كويتية كثيرة تعاني مثلاً من أن الاقتصاد أقل فالأبو يضطر أن يفتح بيزنس مثلاً يصير عنده عمل صباح أو مساء أحياناً عمل مستمر من الثمانية للثمان طب الأبو هذا هم من حقه أن يأخذ قصد من الراحة عنده حقوق بدنية يبي ينام يبي يرتاح يريح شوية يقعد شرب له شاي قهوة هل عشر دقائق من خالف إحنا نقول استعملها مع عيالك وزوجتك وشذي ممكن أنا ضد تحديد اليوم الأسبوعي للعائلة هذا اللي هو الفاميلي داي لازم يكون يعني يوم اختياري يعني أنا اليوم يعني نخلي على سجيتنا على طبيعتنا لا أقول والله يوم الجمعة ويوم الزوارة الزوارة حلو الزوارة حلو أوكي يعني ما تصدين أنك الزوارة لكن أتكلم عن يوم الطلعة يوم طلعت العيال مع أبوهم مو بالضرورة يكون كل خميس ما هو يمكن اليهال يعلب يعني تكون إجازة حق الكل الأم إجازة الأب إجازة الأطفال إجازة صحيح كلامك بس ساعات يكون في مود حلو أجواء جميلة في البيت تخلي الواحد يعني الله عنده المزاجية خلينا نطلع الحين فلما لا نعوضهم مثلا نبطلع مثل هذه الجدول أنه أنت أو أنت يا زوجة تسوي لك أنه جدول الإنسان دايما يتعب منه روتين اللي هو لازم تكون في البيت ساعة 11 أو 12 أو وحدة هو مو بالضرورة بالوقت المحدد هذا لكن هو في احترام منزله طبعا أنا ضد أن الشخص ما يحترم منزله طبعا أكيد المنزل هذا اللي فيه زوجة واللي فيه الأبناء أيضا لازم أنه نحافظ على وجود الأب معهم وجود الأب في هذا المنزل وجود أنه توفير حاجاتهم من استهلاك نقول غذائي من زي ملابس من أدوات مدرسية أيضا من حديث مع أبناء أيضا في مجال الصحة في مجال الصحة الرعاية الصحية الرعاية الصحية للأبناء يعني فيه أبناء ساعات يتعبون يمقضون شذي تتصل عليه للأم لا إحنا نقول هذا بالعكس تحت الظرف الطارة الأم قير متعمدة إنها تقول تعال اطلع من الديوانية أو اطلع من المكان الفلاني بس هذه واجبات طبيعية لما يأديها يعني هذا زي لكن لما يأخذ قصة من الراحة فهذا يعني يفترض أنه مقلط حق بدني لا أكيد أكيد يعني مقلط بس أنا الزوجات اللي تأذون من رياجي وتار وعشرين ساعة بالدوانية بالعكس أنا قاعد أقول لك إنه هو يترك مجال للحياة الزوجية شوية تجديد يعني مثلا وبعدين خلأ أقول لك شقلة وأكون صادقة فيها يعني أنا امرأة بالنهاية ومع المرأة دائما ماني ضد المرأة لكن أيضا حتى المرأة الكويتية تطلع وتغيب ساعات عن البيت أنا أبي ألفت نظر الآباء والأمهات عشان مصلحتها الطفل أو هالمراهق لا تخلونهم تحت يعني بس موجودين أوكي حتى لو كانوا مراهقين شكلا أهم كبار لكن هما لازالوا أطفال من داخل مو بس أطفال لازالوا في طور الرعاية والتكوين محتاجين أن أحد يرعاهم محتاجين أن أحد يراقبهم عن بعد محتاجين وجود الأم أو الأب إحنا اليوم زوجي ما توفر أنا موجودة أهو مو موجود وكذلك تبادل الأدوار ممكن إذن إحنا كنا أخذتنا حق الطفل الطفل يعني لازم يأخذنا في حديثنا لكون لها حقية ولكن أيضا الزوج روتين الحياة اليوم حضرتك تفضل يبعنا روتين الحياة يجب أن يتنفس هذا الرجل ونختار هذا وقتك ونهي يعمل ويجتهد لا يتنفس وعي لا يتنفس وعي يعني هم بيتك لا حق عليك مستمرين مع حضرتك إن شاء الله بعد الفاصل اليوم كيف أكتشف أن أبنائي فعلا متوترين من عملية الاختبار كيف أكتشف هذا التوتر كيف أعالج هذا التوتر كيف أعرف أن أبني لما أرجع من اختباره أدى بشكل جيد أو بشكل غير جيد وكيف أحتوي هذا الأمر بعد الفاصل دكتورة أفراح اليوم أبنائنا أعتقد اليوم الخميس يمكن أن أبتدوا الاختبارات المرحلة الابتدائية تقريبا وإن شاء الله بعد كم يوم بأيضا المرحلة الثانوية وغيرها والمتوسطة كذلك اليوم أنا كيف أهيئ ابني كيف أهيئة يحق هذا الاختبار هو اليوم أختبره وعند إجازة جمعة وسبت أنا شاء الله أهيئة يحق الاختبار القادم إذا كان هو مستاء من أول اختبار شوف يعني في قاعدة جميلة قديمة جدا يمكن ما هي إضافة بالنسبة لي اللي هو يقول لك اللي فات مات يعني هذا مهم جدا أن ننعلم معيالنا إنما يقعدون يدققون ويسوون زوم إن على الماضي ما مضى حتى على الامتحان اللي فات خلاص أنا سويت اللي أقدر عليه لازم نعلمهم نظرية التفاعل شلون الواحد يقدر يتفاعل يطالع الأمور بإيجابية إن أنا خلاص سويت اللي عليه إن شاء الله أن أنا مجتاز للامتحان على الأقل ورح أسوي اللي أقدر عليه للي قادم خلاص انتهى هالامتحان أبدأ أركز بالامتحان القادم طبعا هذا نقوله حق طلبتنا كلهم طلابنا وطالباتنا من الفئات المختلفة لقاية الجامعة نقول لهم هالكلام هذا لأن هذا المبدأ لازم تركز فيه ماذا وإلا قلطة بسيطة تخليك قلطة بسيطة في امتحان واحد أقصد في مادة واحدة تخليك تدمر أغراط في الاختبارات البعض إيه وتخليها سلسلة سلسلة من الدمار تقولون هذا الحديث للطلبة اليوم أنا كأسرة كأب كأم أحببني أن يتميز درست عليه وتعبت عليه وطول اليوم حفظ في المواضيع هذا كله أسبوع كامل وأنا راجع معه واخرة تأدي بالاختبار هم الأبو ينقهر أول أم تنقهر طول أسبوع أنا وإياك تروح تأدي موزين نفسيتها تتعب شوي كيف تتعامل مع هذا الطفل خلا أقول لك شغلة خلا أقول لك شغلة أول شيء هذا الطفل أو هذا الطالب أو المراهق أو الشاب اللي رايح يقدم امتحان وهو مثل ما أنت قلت درس مرارا وتكرارا لكن ما أنتج نتيجة إيجابية داخل هالامتحان هذا طبعا بناء على المنظور اللي عندنا هو يمكن لمنحنا هو ما عرف درجته لأن في أقلب امتحانات الفاينلز ما يطالع درجة الطالب لكن يتوقع حسب الأسئلة اللي خلاها فاضية أو يمكن اغتبك في سؤال سؤالين ثلاث اللي يكون فإحنا توقعاته هذه ما نخليها تهدم حياته يعني بشر كل البشر قابل للخطأ حتى الطالب قابل أنه يخطأ أنا ما قاعد أقول لكم يا طلاب روحوا وغلطوا شدوا حيلكم شدوا حيلكم إن شاء الله وففقين الأسرة شون تتعامل مع دكتورة لكن أنا قاعد أقول أن هذا معناته لأعراض اللي أنت قاعد تقول أنا واحد درس شيء عدل جدا لكن ما قدر يدي شكل جيد هذا الشخص لازم نعرف ونحلل شنو اللي صاير معاه قد يكون اللي صاير معاه اللي هو موضوعنا اليوم اللي هو القلق صحيح القلق أثناء عملية الاختبار أو قلق الاختبار قلق الاختبار هذا ذو نوعين قالبا يكون نوعين نوع الخفيف مثل ما نقول بسيط هذا طبيعي ونوع شديد أول شيء خلا أقول لك شيء أستاذ راشد يعني شيء مشهور جدا أن القلق أحيانا يكون قلق صحي يقول لك حتى بالهرمونات الجسمانية اللي عندنا فيه أحيانا لما نقلق زيادة نفرزها بشكل يكون أكثر فاعلية نعم أوكي فالقلق الصحي هذا هو اللي يخلينا ننتج أو نعمل بدافعية أعلى يعني فيه حد أدنى من القلق يجب أن يتوفر ما هو إذا راح القلق صار الإنسان اللي هو شنو كيف يصابر كل أمور متساوية عنده ما عنده مشكلة هذا يؤدي إلى الفشل لأنه واحد حتى يقول لك حتى الناس اللي هي قفتد أو موهوبة الشخص الموهوب هذا إذا ما عنده درجة من القلق الدرجة الصحية من القلق ما راح يعرف ينجز فتلاقيه أنه هو إنسان غير مضالب طيب أنا كأب وكأم كيف تتصرف مع هذا الأبن أو هذا البنت نعم كيف تتصرف أول شيء اكتشف القلق اكتشف أنه عنده قلق فيه أعراض مهمة للقلق اللي هي أعراض مثل أنه هو يتهرب من أنه يقوم ويروح يأدي الامتحان خاصة بالامتحانات الشهرية خلنا من الامتحان النهائية أقالبا بالامتحانات الشهرية وتحدث نادرا بالامتحانات النهائية إذا كان مثلا في طور الجامعة أتوقع أو اللي هي الامتحانات اللي ممكن تكون تنعد أوكي تلاقي دايما يهرب من المواجهة من مواجهة الامتحان يعني تلاقي هذا مؤشر الهروب من الاختبار تلاقي أيضا اللي هو ألم بالمعدة يشتكي من ألم بالمعدة أثناء أداء الامتحان أو قبل أداء الامتحان أيضا كرم السامع اللي هو يرجع يبدأ يستفرق الأكل اللي هو مثلا وحتى لو مماكل شيء جديد نعم نعم دوخة وصداع عنيف يحس أنه هو كونفيوزد أو مشوش نعم بطريقة غير طبيعية يبدأ يقول لك أنه أنا نسيت كل شيء يبدأ يرجف نعم الرجفة تكون واضحة جدا عليه حتى في مسكة القلم أو حتى أثناء اللي هو أول قعدة الصبح وأيضا النوم المتقطع بشكل واضح مو النوم اللي مثلا نفز وغد نامو أول شيء طبيعي أنه في نوع من المحاطة نحن قلنا نزين لكن إذا كان زايد عن اللازم إذن عندنا مشكلة وهي القلق اللي إحنا قلنا تتصرف وياه لي تتصرف وياه خلي ولد يروح فيه يعني وما تسوى عليه يروح ولدي وتروح صحته على أسبب تختبار لابد أنك اكتشفت خلال المراحل الدراسية اللي مر فيها ولدك في هل أو بنتك في خلال هالمراحل الدراسية لابد أنك اكتشفت هالنوع هذا من القلق لابد أنه عرفت أنه هو السمة في شخصيته السمة أي شيء ثابت يعني أنا لا أتكلم عن شيء اليوم صار فجأة ومرة صار حدث مرة ولا مرتين خلال 12 سنة دراسية أنا أكلمك عن شغلة قاعد تحدث بشكل متكرر وواضح جدا إذن أنا قاعد أتكلم عن القلق هذا القلق أنا لازم أروح أول شيء فيه مرشد نفسي اللي هو إحنا شنو إحنا نسوي بهالأمور هذه يعني الثربست أو المعالج النفسي شنو يسوي فيهالأمور هذه يأخذ الأمور خطوة خطوة ولها أمور كثيرة ممكن نتصرفها الخصائية النفسية في المدرسة مو كافيلة دكتوري؟ الأخصائية النفسية أكيد أكيد الأخصائية النفسية لها دور أيضا وفي بعض الأخصائيات النفسية أمانة يتعاونون معنا كمكاتب إرشاد نفسي واستشارات نفسية ويبدون يعطوننا طلابهم وهذا يعني أنا بالذات أشوفه والله في مدارس حكومية ومدارس خاصة تتعامل معنا بشكل يعني واضح والحمد لله قاعد يبدو شوف الموضوع أهم شيء اللي أوضحه أنه يحتاج وقت التغير الإنساني يحتاج وقت سواء مع الأطفال أو مع المراهقين أو مع نحن الكبار قد يكون الطفل هذا أو الولد أو الشاب اللي عندك ما يتقبل من أمه وأبوه يعرف مدى خوفهم عليه يعرف أنهما يواصلونه لكن ممكن يتقبل من المعالج النفسي بشكل أكثر صحيح عندنا أيضا الإدارة المدرسية الإدارة المدرسية لازم تكون أيضا متعاونة لازم أول شيء أنتك الحين اكتشفت أن الولد عنده هالنقطة هذه يبلى تقرير نفسي أو تقرير من مكان معين يعني الناس المختصة أن هذا الشخص والله عنده أعراض قلق لامتحان حتى يراعونه لأنهما محتاجين مصداقية يعني أمانة يمكن أستاذ أو المدرس أو الأستاذ يعرف أنه يعني ساعات تعرف يختلط الحابل بنابل كل واحد يقول لك أنا مثلاً نحن نقوله النعمة بطلبتنا لكن في بعض الناس المتظاهرين في هذه الأعراض وفي لأ الشخص هذا فعلاً يعاني ويا ميونة يعني سهل الأسئلة مثلاً أنا بسطها لأسئلة ولأشي تصرف الحين أقول لك أول شيء أنا ما عندي وقت في هذه الأسئلة كثيرة نعم أول شيء أنا بقولها اللي هو مسألة أنه أنت لما تيب الطفل هذا أو الشاب أو الولد أو المراهق هذا وهو عبارة عن شنو شنو الأعراض احنا قلنا الأعراض أول شيء هو يخاف منه وهو مو يخاف من أسئلة الامتحان وهو يخاف من المجهول الخوف من المجهول هو أساس من أسس قلق الامتحان لأننا نحن دائما لا القلق من المجهول اللي هو أنا ما أدوي شنو داخل الامتحان هذا المحور يبتغلون ما يسأل نفسها الأسئلة يعني الطالب بالضبع بس تعرف يعني سعارة يكون الطفل هذا حساس زيادة قابل أساساً عنده قابلية للقلق فيظهر معه كجانب أو نوع جانبي وهو قلق الامتحان أيضاً يكون يعني شلون يعني لا تنسى ضقت الأهل الله يهداهم بعض الأهل من تبدي الثانوية العامة اللي هي سنة 12 صحيح ومن أول بدايتها وهما شد حيلك شد حيلك هل سنتبيضها نبيهندسها نبيهطب نبيهمادري ومحددين للأماكن ومحددين للنسب وترى النسب زادتها الجامعة والوزارة وترى النسب توتر يعني أمانة أنت شنو سويت له أنت حطمت أنت حطمت قبل أن يبدأ خلي حطري لعلم سلمة سلمة وبعدين ويضي ضخمون عملية هو سنة دراسية كلنا مرينا بهالتجربة سنة دراسية حال باج السنين أي نعم هي سنة فيصلية لكن سنة دراسية ما فيها شيء خارج المنهج مثلاً ما فيها أنت لم تأطي لا ودير بالك وهذا وأيضاً أمانة أمانة عشان حتى ما أظلم بس أولياء الأمور مو كلهم على فكرة بعضهم البحث أيضاً من الأساتذة والمدرسات يعني البحث أيضاً أحط بين قوسين لأن هناك ناس والله يعني بالعكس يبسطونها التي تقولك اخذ بالك ترى هذا وحطه حتى هذا خط وهذا ممكن يلك ما دي شو والترو شو شو عرفت شنال حطوفي عاش في دوامة كبيرة الحديث كبير في هذا الموضوع دكتورة شكراً على النصائح اللي تقدمت فيها هذا حب من كلمة ونصيحة وهم مقبلين على الاختبارات شو نحب تقول بالختار أنا بقول حق الطالب أو الطالبة أنه أنت مريت في مراحل كثيرة وعدت عليك أمور يعني امتحانات كثيرة لا تعتقد أن امتحانك مختلف هالمرة دايماً كرر من مراجعتك لأن تكرار المراجعة يخليها مثل piece of cake خلاص تعود كرر أيضاً من الاختبارات القديمة أنه يطالع عيد الاختبار عيد الإجابة على الأسئلة نعم ويقول لك دايماً يقول لك اخترع أو كون بيئة مشابهة لبيئة الصف يبلك اثنين ثلاثة من ربعك بدل ما قاعدين بالدوانية وكذي أنت يطالب طالب مدرسة وقوات واسئلة ويبقى واحد يصير هو الأستاذ عليكم وماكو مشكلة لو حط تايمر ووقف الشغل وكأنه خلاص لأن في ناس عندها قلق من الوقت إنما يكفي أيضاً هذه نصيحة جميلة للأمانة كباقي الحديث بالتأكيد لك هذا جميل نتمنى التطبيق يعني أنا إصراح إن شاء الله بسرعة راح بتديها مع عيان إلا حطلهم هيئ لهم صف بالبيت وكأنه بالصف وإن شاء الله نجد نتائجة الله يوفقهم ويوفق عياننا جميعاً أجمعين كل الشكر لتش دكتور أفراح صالح الشامير ودكتور آفل شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً كل الشكر لضيفتنا الكريمة مستمرين معكم بعد الفاصل